السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل قصتنا فصلية الشيخ غاسي ويالبابت الخامس صقر ورافت قدامها وسحر تتحاول تصحي بها بس ماكو صقر واخرية الان اشوفا واخرت شفت النبض بعد اكو هس اشلون اتصرت براحة صديقة ويار مستشفى غريبة من انه مالي خلق تحقيق بالمستشفى لاتاخرتها واجهت سحر وياي وصلنا حيدر اوف اوفش شني صاير صقر ارجع افهمك هس ااخدها اخذها وظلوا ساعة وطلع عن طاني شوي ادوية وهيت شرحت وياه للمكتب صقر هنا اقول اخذت الادوية من يودا اقراهن حيدر اخذت ضربة قوية على رأسه لازم ما تتحرك كوي ولازم تاخذ هاي الادوية صقر تمام حيدر تدري صقر لو ما انت كان لازم نفتح معظة لبنية بتعرض الضرب قوي لبنية صغيرة صقر انت ما تدريش بشي بس ان شاء الله خير حيدر هنا قلت لك لبنية عليها اثار ضرب اخر بعدها قديمة وبعدها حديثة هاي لبنية وتعرضها لتعنيف بروعة تلاب استغرب حيدر هاي المرة رح تقدر تأخذها بس مرة ثانية لازم نبلغ الشرطة صقر ان شاء الله خير اريد اطلعها هسا حيدر ما تصير قلت لك الضربة على رأسها قرية صقر انا اتحمل المزولية حيدر لو اقل شي الباتر الصباح ما اريد ارسوي شي اكثر صقر تمام رحت شفتها بعدها نايمة وسحر يمها الصقر بعدها ما صح السحر لا وهو الموارضة تقول سوء لها خمس غرزات خياطة خياط صقر رحت يمي الشباك ودع شاب بسجار شنو قصيتها الابنية وقصيتها اثار ضرب معقول انظرها السبب شنو السبب سمعتها ودتون طفيت الشجارة ودخلت وهي تهلوس بصورة ناسي عوفوني ما سويت شي بابا تعال اخذني امك ليش عفتني لا تموتني يمكن لحظة شفت شفقت عليها ورجعت نظفت الافكار من راسي وهي فزت ابقوها مسكتها السحر سحر على كيفيك حبيبتي على دخول مصطفى مصطفى شصاير كان عدي عملية صقر اخذ نفس اللي دتشوفه ورجعت تبتشي الصوت بدون صوت بس دموعها تنزل وسحر تحرنها وهي تبتشي بدون صوت صقر خلينا اطلع واقول لك طلعنا صقر هاي امي وعمتك واختك بسوين هاد الشي مصطفى ياشيني او اقول لكم حرام هاي ابنية مالها ذنب مالها صقر بس تظلم بتهم مصطفى صقر احنا مو وحوش احنا الشوخ لازم نقول مثل مو هاد شي عدكم شي ويا ابن عمها وياها صقر بس هي انطرها فصلية مصطفى ما هاد شلونا انطاهم قلبهم خلينا ادخل خلينا ادخل دخلنا سحر اقول لك الشيخ انا لازم اروحا حلان ما قدرت الابني دايب شي وما يسكد مصطفى خلاص انت ظل انا ابجع وياها راح او انا ظلت بدون لا كلام انا بحتهم الشباك دا ادخل مادرة اتعاطف اياها لو اغسي عليها كلام مصطفى براسي هي مالها الذنب انا هي بس اهلها السبب اللي اهم منطوها طيب طيب اثارها طيب ليش ضحوا بها وهي افكار متضاربة والاهم اللي بناية ممكن تموت بيدهم ورا يومين انت التحق مصطفى اغلب بقتها بنواستشفى وسلام يوم اصدقاءه والبنات ما يقدران يسون شي لفتت اله وهي تتكح وكل ما تسعل تمسك براسه على مود ما يواعيه طفت الججارة وراحت يمهى مندية يدي اله ماء وهي تفاوع اللي بساقته صقر اضخذي شربي مندت ايده وهي ترجف بقوة مساكته من قوة بجف اللي بيده وقع بالارض وقعت له وهي بدت تتنفس بقوة جوري انا اني مو بقصد والله لا تضربني انا انا اشتري بدله صقر ايش خلص اهدي ما اصاب شي خليت ممرضة تجي تنظر زجاج تجيب غلاس ثاني طلعت الممرضة ويبعدها تتكح صبرت الهماية جديد جوري ما اميد خلص تقدمت الهوم سكت راسه ابهد عاما واشرابتها شوي شوي حسيت ترتبها مني صقر نامي يالله هزت راسه ونامت قعدت نيادة بالكوسي اللي بصفه وباوع لها شنو قصت هاي لبنية جانت تصال من الشيء ضلعتها بدا وجعت شفتها نامية نايمة والدموع بعيونها لحظة شفقت عليها شفقت عليها وعزم غبل لا التحق احطا حد لا ارجع امود انها لبنية لا احجود انترفع النفسها مدري شنو السبب حطيت راسي وقفيت فازيت على صوت هتون وتصيح باسم ابوها عيطت الهن طايتها مهدئ ونامت بالصبح قعدت الروحة طلعت طلعت اذن خرج وجد الدكتور فحصها طلعت هي واضح الخوف بعيونها جانها مات تريد تطلع صادت السيارة ويدت فرق بيدها جوري ايش صقر لفت رادت اليها جوري كلهن يضرب عني بس لما اتعرف لان لان الجباح دي اذنيني هواي باوعت الهوجهة تسوقها نظرت الخوف بعيونها خلتني انسى قسوتي عليها وصلنا ونزلتها باحت فتحت الباب لها تنزل جدت تنزل دخلت داخلت مسكتها من ايدها لمشيها ودخلنا شفت كل محدد اسنانه يعني مستعدين لشوط ثاني الحاجة وياهن مهسس عادتها الغرفتي سحر اجت يمها وانا ضلعت بابها قابلت امي بطريقة بس تعديتها ورحت طلعت بابها البيت جوري من ورا ضرب الاسعار اللي حسنتي يوصلني نهاية من استسلمة الظلام ايامي وضلعه فوق ظلام والم على الم ما حسنتي بشي ومن بين هذا الظلام قاعدن مكان كل الظلام في ظلام شفت ابوي ابكر بسرعة اي امه اجيت احتي شفت الشيخة وياها النسوان ليسحباني ويضرباني وابوي يشوف وانا احتي اصيح وعيد بس مارك اي شي اقل له ابوي يخذني وهي الزراسة لا لفت ظهره الى يوم الشي فزيت بسرعة وحسيت بوجع خيالي وراسي وشفت سحر وشيح ذكرت الحنم ورجعت ابشي ورجع قلبي اكبر بهواي ومن وجع الجسمي اللي صار كلها آثار شفت كلها انام حتى احسن ما لي الحق ارفع صورتي وابشي ابشي بصوت بدون صوت وما باحت سحر ضل الشيخ خفت يسعوا مثل ما يسعون هو اكيد يشوف بيا كتال اخو بس انا مالي ذنب حسيت بوجع وبصدري صبت اقحا بس من قحيت حسيت راسي اذاني هوي فجأة ان اسعل وامسك براسي على مود ما يأذيني شفت اتقدم نحوي خفت خفت هوي يقلي سكتي لو يكتني ومن مدل القلاس المايل ايدي رجفة كانت بسيطر عليها ما ادوش يسعوي مجرد ما وصل القلاس الايدي طاع على الارض وتكسر خفت يكسرني مثل ما صار من القلاس صرت اتمن بكلام على مود ابربر هو سكتني وخلى الممرضة تسعوي كلش مجابة قلاس جديد ومن صار قريب الي كلش توتر تقوائي ورحت بعد منحة كان بله جسامة نامي نمت خفت لا يضربني تشوفون تصرفات شلون ليش لان انا تأذية احسن اي لحظة ممكن ان كتل ممكن ان ضرب صار عندي عقدة من الضرب نمت فجأة ذكرت الحلم ونزلت تموعي لايبا ديان مني ونمت بس من ارجع رجع راسي صرت قونا لان في خياط ومن صحاني ومن طانعي مهدئ انا خايفش منوره هذا الاهتمام منطلعنا من المستشفى صبت اخطط شلون اقول له ما احد يضربني بس عبال ما يتعافى باسي هتشير بس حبقني انا ثولة حتى امو شلون يتحكم بيه بس هو هم الشيخ بس معلوم الا اهلي اللي اموني هاي بمية بتهم من لحمهم ودمهم سعدت غرفة وسحة غيرت لي ثيابي وظلت شوية ورجعت نزلة تشرق تشتغل وشوية وطلعت الشيخة وياها جميلة ومصقر هاي اخاتون مونا ويتنزلين تشتغلين ديان نقت راسي امصقر يلا قومي لا تعيشين الدور يلا الخطار جايين هزيت راسي والعبرة خانقيني وجيت اقوم حسيت بدوخة جميلة بلا تمثيله هواي يلا نزلي يلا عندنا عزيمة راحة وانا ظليت امشي على كيف لما وصلت المطبخ شافتني سحر يلا نزلتي مو قتلك ظلي فوق جور الشيخة قالت نزلي سحر انا حاتش يا صعدي جور لا ما ابيد سحر اوف امصقر سحر صعدي يمجهالك سحر بس عمه امصقر حاتش ما ينعاد وراحت امصقر يلا ابدي وبديت اسول غده وما احسن راسي راحيتكسر بس اتحمل ده اعرى من الوجه بس اتحملت خلاص جور ما ابغى شي تحملي احسن ما تلقيتني وصار الدوامان يلا نزمني واقعد وارجع وصبيت العشاء خلاص وكلهم على السفر خلصوا قصرت الامعين صرت ميتة موت خلاص ما عاد عندي طاقة لحمل اي شاء الله رحت وديت لهم الشاي وهمت جمعين اريد اروح انامل بأي مكان اريد استرس بس اجيت الروحة صقر انتظري وانا خلاص ما اريد اظل الوجهي غبقان بالوجع وجسمي منهك ما اريد ان اوقف ولا ثاني صقر الحشي اللي راح احشي للجميع انا انتظر متى يكمل بسبعة صقر جوري بعد ما تنمد ايدكم عليه والحشي للجميع شبير وصغير من كل ما اطلع طلابة اطلع شغل ارجع عالقي لبنية مكتولة سميرة بس هاي تستاهل كالثالة اخوك مصطفى تحمل الذنب مو ذنبهه صقر عمه انا قلت الحشي اللي عدي وكلامي ما يتكسر ام صقر والله يا ولادي انت قلت اخذي ثارتش صقر هسا اعفيش انا اخذي ثارتش بنفسك بنفسي اخذ ثارت بنفسي ام صقر اشلون صقر هي مرتي واللي اخذ ثاري وانا اخذ ثاري بيدي بعد ما تحملت اوقف اكثر الدنيا صارت دور بي وقافت صقر طلعت طلابة وخلصت خلصت كل شغل رجعت لليل اريد اسوي قانون الكل شي وصلت قاعد صعدت الغرفتي اريد غير ملابس اعادت ما لقيته هاي وانا راحت عياطة الساعة رجعت وحشيت لي كل شي ورعت لومي صقر يوم ما تشوفين لبنية التون ومرجعها من المستشفى ومصقر يعني صقر اشلون تخليها تزل تشتغل هيج جميلة لا يكون قلبك حن عليها صقر سكتي انتي لا تنسين لا تنسين انتش ما جيت حاتشين الشيخ ساميرا والله ياوليدي من يشتغل ام صقر ولدي روح بدل انزل تتعش رحت بدلت ونزلت شفت هيدا الصب العشو تسوي على السفرة اشوف التعب بيها ومن قاعدنا وقفت وقفت وصرت احتي ما حسيت غير الصوت ان رطم الارض رحت حاولتها صحية ماكو ما ترد غدية اختي الزغيرة راحت جابت ماي ارشن على وجهها يا الله صحات قامت تبشي اخذتها وصعدت الغرفة الكل صعد وراي حطيتها على تحبايا صقر شنو يأذي تحتي وهي تبشي راحت سحر يمها تتسألها ويتهمس لها جوي راسي الذيني بسحر خوية عدها مهدل الالم صقر ايه راحت فتحت الميز ونطتها وشربتها ودي تمسح على راسها طلعت وطلعا وراي صقر يمها اظن كلامي كان واضح تشتغل من الصير زينة وما حد يمديدها عليها انا بسروي بكلشي انا بصقر لا يمها صقر يمها حد شي ما يتكبر قلت اللي عدي طالع انا وراحت ادرب امي محروب قلبها بس مهدش قاسية انا جايتنا واصير قاسي وفصلية بس حاس اكو شي وراها تتأثر ضرب ونطوها ببساطة سكتوها كلشي ولبنيا بينه كل صغير ظليت اشرب جقاير وتأخرت كلش قلت اصعد اناب شوي على مود باشر التحق دخلت صعدت لقيتها نايمة وماسكة وماسكة بقوة راسة رحت يمها خليتها ورحت للغنفة نمت قاعدت الفجر صليت وجهزت اهدومي هي كانت صاحية وتراقبني ابصد بدون حاجي جوري شيخ رفعت حيوني اله جوري شيخ اهم صباحة بنتروح اقفض علي اهنانة ما ريد اكل ولا شرب ولا شي صقر اليشاني جوري ما اريد اضرب صقر ما حدي يضربش كلمة للشيخ ما تنكسر جوري ابتسميته فرحة خلاص وانا اسوي كل الشغل صقر ما اسوي شي وما ما يضربش ولا شي تعالي هسه قومت على كيف والكل كان مجتمع صقر حد شي ما لباها ما يتكرر واني انكسر الكلام ما يصير خير والكل هزراسي راح قاعد يتريق وانا ظليت واقفة سميرش من تضغير الخاتون روحي وياها نصبنا ريوك هز ديت راح صقر انا قلت من اتصير زينة تشترى سميرا بس ياوليدي هاي اللي كالثالث اخوك المفروض تشوف بيها اللي كالاخوك مصطفى عمتي ترى مو هي هي بتعمة فقط سميرا لا هاي بتهم ونجيهم بدد الدموع دم الا ما اكل سميرا وانا ادري بالشيخ ياخد ثارة صقر انا هنا الشيخ ادري بالصح والغلط وما اريد التقي اوامر او توجيهات من قلت ما تشتغل الا تصير زينة مو معناها تغير شي اضربت الكتلة بس هذا الصعود من الصير زينة تشتغل جميلة بس انت قلت اللي مدعا ايدي عليها اكسرها صقر ايها يعوفيها علي مو عليشن ام صقر اللي دي هس اعوفها ختولي انت ورق دوام خلي نشبع منك شوية جول من قالت هلتشي حسيت بيهانة اكبر من الشي دنك تراسي منتظر الامر صاير مثل الرجل الالي اتحبك بس بالاوامر طبير طبير طيب حجي شلون حج حجي شير شلون يعني يضربني اهو لهو تشبير غير راجدي واحد يوديني لندن فزيت على صفة الشيخ خمص اقر ولي المطبخ تريقي الله سميرا يمكن منتظرها نقول لها قاعد يويانة بداني افتشن علي لضحكي ان رحت للمطبخ بس ما قلت ضليت ابتشي ما قلت ضليت ابتشي يا ربي خدني لك ابحم من هاي اليهانة اللي انا عايش بها راح صقفت شنت اخافا انزل وسحا وتصعدني للاكل ما بيومين وشيخة قالت انزل اشتغل نزلت واشتغل ما باسبوعين بدون جديد بس اشتغل واسمع حاجة علي من نامت ويوم ما كان اكو احد سلام واخوهم سافر البغداد ومصطفى عنده مؤتمر مال ذكرات المدين وين خلص ارسل اماعين اجت اصعد سميرا اشوت عودتي على غرفة الشيخ دندقيت راسي بلا كلمة جميلة عاشت الدور ليان عودت فكرين تقدرين تاخذينها مني ام ليان لا عيني لا ام صقر اليوم نحرك قلب اهلك على مثل ما حقوق قلب على واليدي اجت سحر عم الشيخ قال ام صقر قاعد يرجى هاليش بما عاليش علاقة سحر عم بس ام صقر شاقولين صعدي بواعت لي راحة جوبي بس انا مالي علاقة ما سويت شي جميلة ما سويت بس اهلك انضرش تقدمت لعندي وسحبتني من ايدي وبقوة نزلتني نزلني للمخزن قاعدتني على الكرسي وانا اريبشي وترجى بيهن بس مثل الحجر ربطاني بي جوري يا شيخة وانا ما سويت شي ام صقر وتقدمت لعندي صقر قتلش الا احرق قلبهم اجدتي مسكتني بفكة بقوة ومصقر اليدي كان مثل الوردة يموت وينام بالتراب وبعدين بعدت بعدت ايدها عني ودفعت وجهي القوة شوي وجهت المنايان بيدها ستشين حمرة من كثر الحرارة صرت عيض جوري لا لا ابو سيدك اللي تساعدوني يا شيخ صقر ومليا تقدمت بيدها الستشين او صاير الحج صاير لك صوت جوري ابو سيدك اللي لا بداعت طواليك لا صارت تقرب الستشين عليك اشتهتشين اساوي لك بالستشين الحلو هاي تقدم السمير اخذ الستشين منها اعود انا اقول لك جوري لا الشيخ صحة صحة شيخ صقر بس ما كان اكو عايز تجابه سمير سمير عصابة قلة صقر بصقر عود ما سعليش فكا ايدها فكتها ليانو جميلة جوري انا احاول امرص ايدي منها لا لا لو سمعتي لو سميرها تشبي تبرد هسه نحتاج نس نسخة وانا اعيض وهي قدم الستشين الديدي حاول اتحرك بس ما اقدر واعيض لعد لحد ما وصلت الستشين الديدي حسيت وحين شلت جنس اعيض بلا وعيض بلا شور اعيض اعيض لكن ما اكو اي رد حتى سحر ما تسمعني الوهي لا حيات لمن تنادي انه حتت اسم صقر بيدي في ستشين خلصت سميرها اي هيشي على مود اتعيطي الى براحتش وانا ابتشي هجاع بيدي يموتني بس جنورة بطنها موبة ثانية والشيخة قاعدة تتفرج احس ما عدهن قلوب اجت جميلة ملخة شابت ملخ جميلة عود شابتش حلو موهيج وانا ما مهتمة الها اريد شي برد ايدي احاول انفخ عليها من بعيد بس ما يوصل الهواء الها ام ليان اي بس لو يصير قصيرة احلى رفعت عيوني الها لا لا شعري لا ليان انشبي انشبي تقدمت وبدت تفض تقصب شعري بعشوائية شعري الخصري صار تحت جتفي وشوائل قصات عشوائية وهن يضحكن ابويه شان يقل لي شعر رجلات قصية لو شنو ما صار وانا حاول اتحرك بس لا اجتهم ليان بيدها عصة عريضة وبدت تضرب على ايدي ورجلي وانا صيح بس لا رد حسيت خلص بموتن وهو وهن يضحكن ما حسيت غير بالباب مع المخزن انكساب